اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح فرد الشعر بالبروتين يعتبر فرد الشعر بالبروتين من احدث صيحات العناية بالبشرة التي تمنح بصيلاته القوى والترطيب كما انه يزيد معدل نمو الشعر ويعتبر بانه حل جذري لمشكلة الشعر المجاعد لا اتمده هذه الطريقة على مادة السستين كمادة فعالة لتحديد نعومة الشعر فكلما زادت المادة زادت نعومة الشعر وبالتالي الحصول على شعر لامع وانسيابي طرق الاهتمام بالشعر بعد البروتين رطب شعرك بالزيت مثل زيت جوز الهند قبل غسله بالماء والشامبو عن طريق وضع القليل من الزيت على راحة اليد وبعد ذلك دهنه على فورة الرأس وعلى خصل الشعر من الجذور حتى الاطراف وتركه مدة عشرين دقيقة ثم غسل الشعر بالماء والشامبو استخدمي شامبو خاص للشعر المعالج بالبروتين خال من السوديوم او السوديوم سلفيت او الاملاح حتى تتمكني من المحافظة على نتائج البروتين لأطول فترة ممكنة وفي حال استخدامك لشامبو عادي ستخسرين نتائج الفرد خلال ايام قليلة استخدم البلسم المخصص للشعر المعالج بالبروتين لاضافة اللمعان والحيوية للشعر احرسي على عمل حمام بخار لشعرك لأنه من الوسائل الفعالة للمحافظة على الشعر المعالج بالبروتين كما أنه يقوي بصيلات الشعر بشكل واضح استخدمي المياه المعدنية عند غسل الشعر بسبب احتواء المياه العادية على نسبة عالية من الكلور الذي يضعف الشعر ويؤدي الى جفافه وبالتالي تخصفه والحرص على ارتداء قبعة السباحة وتدليك فروة الرأس بسيروم خاص قبل دخول حمامات السباحة لاحتوائه على نسبة عالية جدا من الكلور كذلك تجنبي صبغ شعرك بعد القيام بمعالجته بالبروتين لأن المواد الكيميائية الموجودة في الصبغة تضعف الشعر وتؤدي الى تساقطه لذلك ينصح بصبغه قبل المعالجة بنحو اسبوع واستخدام صبغة خالية من الامونيا استخدمي مجفف الشعر او المكوى بشكل معتدل او قليلا جدا وبدرجة حرارة متوسطة لتجنب جفاف الشعر اغسل شعرك بمعدل مرة او مرتين اسبوعيا باستخدام الماء الفاتر حاولي غسل شعرك وهو منسدل على كتفيك وبلطف وتجنبي غسله مرفوعا او دعك خصل الشعر لتجنب تكسره تجنبي لف الشعر على شكل ضفيرة او كعكة بل تركيه مفروضا للمحافظة على الشعر مفروض خال من اي تموجات انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة